أكثر ما يحلو لإيران التفاخر به سيطرتها على العراق عدوها التقليدي ومفتاح دخولها للمنطقة العربية لم يكن ذلك ليأتي حتى في أحلام رموز النظام الإيراني لولا أن تحتل أمريكا العراق لتملأ إيران الفراغ على ذلك بنت إيران سلسلة مشروعها الممتد للبحر المتوسط مرورا بسوريا ولبنان لكن بعد أن اشتد خناق العقوبات الأمريكية عليها بدأ العراق منفذه الرئيس وطوق النجاة يبدو ذلك متطابقا مع تقرير لمؤسسة أتلانتيك كاونسل نشرته مجلة ناشنال انترست الأمريكية قالت فيه إن إيران ستكون معزولة فعليا عن العالم من دون العراق أتلانتيك كاونسل أكدت أن نفوذ إيران في العراق سبب الرئيس في تقوية شبكة تحالفاتها المتغولة في المنطقة ويظهر ذلك جليا في رؤية الخط الزمني لامتداد أذرع إيران عقب احتلال العراق عندما قفزت إلى دمشق لتصلها ببيروت حيث ميليشيا حزب الله ثم أطلت على البحر الأحمر عبر ميليشيا الحوثي آلية سيطرة إيران على العراق سردتها المجلة باعتبار نفوذها هناك هو الأهم حيث تملك سيطرة تكتيكية وتشغيلية تمكنها من نقل الأسلحة والمقاتلين من إيران إلى أماكن نفوذها الأخرى فضلا عن اعتبار العراق ساحة لمعركة بسط نفوذ سياسي ضد الولايات المتحدة تلك المعركة غالبا ما تحاك بأوامر من طهران ينفذها أتباعها في العراق حيث تذكر المجلة أن تهديدات الميليشيات تراجعت عما كانت عليه سابقا بالرغم من التصريحات النارية والهجمات على سفارة واشنطن في المنطقة الخضراء ببغداد بقاء السفارة الأمريكية في بغداد عدته المجلة أمرا بالغ الأهمية كونه محكوما باستراتيجية بقاء قوة عظمى في العراق بوجه النفوذ الإيراني وهو ما ينافي الوقائع التي تقول إن أمريكا سلمت العراق لإيران على طبق من ذهب وما يجري ليس أكثر من صراع نفوذ في المنطقة موسيقى